أيوة يقول له يا أمه متى أتحرك إلى المسجد عندما يكبر أم عندما يقول حيا على الصلاة قال له يا بني إنما جعل الأذن لتنبيه الغافلين منذ أربعين سنة لم يؤذن علي إلا وأنا في المسجد ولذلك قاله كلما كان أسرع لوفاء الحق كان الله أسرع إلى إجابة ما يريد الله الله تاني تاني الجملة الحلوة دي كلما كنت أو كلما كان العبد أسرع إلى وفاء الحق أيوة قبل الطلب كلما كان الله أسرع لجوابه قبل الطلب يقول لك من انتظر إلى أن ينادى عليه أم هله الله إلى أن يسأل ومن بادر بالعمل قبل النداء بادره الله بالعطاء قبل السؤال الله 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 لا يحوجه الله عز وجل إلى سؤال تاني أشأل أنا فهمي بطيء شوية يعني الإنسان كلما كان أسرع إلى إجابة أمر الله قبل أن يصدر الأمر يعني يكون في الجامعة قبل الأداء يأدي الزكاة قبل موعدها وهكذا كلما كان أسرع إلى إجابة الأمر كلما كان الله أسرع إلى إجابة طلبه وعلى قدر سرعته تكون سرعة الجواب فمن انتظر حتى يصدر الأمر أم هله الله حتى يسأل ومن بادر قبل صدور الأمر بادره الله قبل السؤال فيعطيه قبل أن يسأل سابقه وسارعه وسارعه إلى مغفرة من ربكم سابقه إلى مغفرة من ربكم فيسأل الله تبارك وتعالى فربنا يحقق إن لله عبادا يقضي الله حوائجهم قبل أن ترتفع حواجبهم قبل ما العين تصعد إلى السماء فالله تبارك وتعالى يحقق له ما يريد وفي ملمح وآت ذا القربة حقه حقه بعد ذا القربة في الأول قال له لأن كل احتياج القريب حق كل احتياج للقريب حق سواء كان صدقة أو زكاء أو عطاء أي كان يقول له فوفاء احتياج قريبك حق له عليك بحكم القرابة فيجي الصدقة على القريب صدقة وصله وصله ولا تنتظر منه أن يسأل ولا تنتظر منه أن يسأل لأن الله تبارك وتعالى ربط بينك وبينه فجعل لها أجرين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فلما ربنا يجعل لها أجرين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يبلغنا ذلك يبقى واجب عليك بحق القرابة أن تقوم بهذا الحق قال صلى الله عليه وسلم الصدقة على المسكين صدقة وعلى القريب صدقة وعلى الرحم سنتين صدقة وصلة وخاصة إذا كانت قرابة قريبة يعني الأخ العم الخال لماذا؟ لأنه قد يكون عنده أحوال أنت تعلمها حد يشعرفه غيرك صحيح أنت افتخل البيت وعرف ما عنده واحتياجه فأنت إذا بادرته بذلك تكون واصلا ومتصدقا ربنا سبحانه وتعالى حتى يعني بعض بيشتكي مثلا يقول لك أصلا هم طمعانين فيا هم مش حسين بيا هم دايما هات هات اعمل ودي يجيب شغل دوت ودي دوت ترد على ده تقول له إيه ما ليش دعوا بالكلام ده خالص ليا ليه دعوا بكلمة واحدة الكلمة دي كلمة كارثية حق مش قريبك؟ رأيك ما ينهمنيش في الموضوع حق ولا مش حق هو بس عشان ما ندرش في حلقة مفرغة قريبك ده حق ولا مش حق حق القرآن ألحقه لو ليك رأيه تاني قل لي يعني باختصار يعني إزاي القرآن هيقول ان ده حقه وانا هيبقى ليه رأيه تاني علشان كده علشان كده أول ما تيجي كلمة حق لا تبالي بنظرة صاحب الحق ليك ولا بصوته العالي ليك ولا بغلسته ولا بغتاته ولا برزالته ولا بغتاته ولا الحق ولا حق يا أخي تعلم حقه اللي يهمك الأول إنك تدي له حقه وبعد كده نتعاتب